وقام سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات الإدارة لمصليات عيد الأضحى المبارك وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وخلال الجولة أكد سعادته على جاهزية المصليات لاستقبال المصليين في عيد الأضحى المبارك مشددا على ضرورة تهيئة الأماكن بشكل يليق بهذه المناسبة المباركة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمصليين كما اطلع على سير العمل لضمان جاهزية المصليات بما في ذلك تجهيز المكان والسجاد والنظام الصوتيات وتخصيص مصلا للنساء في المصليات الرئيسية وتأتي هذه الجولة في إطار حرص مجلس الأوقاف السنية على متابعة وتقييم استعدادات المصليات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمصلين جريا على العادة نحن في إدارة الأوقاف السنية وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المصليات الخارجية نعمل جاهدين في مثل هذا الموسم موسم عيدي الأضحى والفطر نعمل جاهدين في تجهيز هذه المصليات ونحن بفضل الله تبارك وتعالى يوم بعد يوم تزداد عدد هذه المصليات قبل سنوات كان عدد المصليات عندنا أربع مصليات اليوم عندنا ما يقارب أكثر من أربع وثلاثين مصلى جزء الأكبر منها مصليات رئيسية يخطف فيها باللغة العربية وخمس عشر تقريبا مصلى يخطف فيها بلغات مختلفة للجاليات المسلمة المتواجدة على هذه الأرض الطيبة المباركة نعمل على تجهيز هذه المصليات بالسجاد والأجهزة الصوتية وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى أن هناك أيضا جوامع مفتوحة يفوق عددها 350 مسجد تستوعب أكثر من 300 ألف مصلي في قضون ساعة واحدة سيكون هناك حركة متناسقة بفضل الله تبارك وتعالى في دخول المصليين إلى المصليات وإلى المساجد وكذلك في انصرافهم أنا في هذا المقام أتوجه بالشكر والتقدير والدعاء لجميع الزملاء الداعمين لهذه السنة المباركة من المؤسسات الرسمية جميع الوزارات المتعاونة جمعيات الخيرية المتعاونة ونحن حاليا في المحافظة الشمالية في منطقة الرملي نقوم بتجهيز مصلى منطقة سكان الرملي خدمتين لأهالي هذه المنطقة طبعا تجهيزات مثل ما انتم شايفين عندنا وفرنا السجاج حق هذه المصليات أنظمة الصوتيات الأجهزة الإلكترونية راح نموفر إن شاء الله يوم العيد مياه الشرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر